أم علي تقول أنا عندي خادمة غير مسلمة سميتها زينب أناديها زينب ما حكم ذلك أم علي بارك الله فيك يجوز يجوز لك أن تسمينها زينب تسمينها بأي اسم من الأسماء العادية ما في أشيء لأنك أنت تريدين مثلا أن تناديها بهذا الاسم تريدين أن أحيانا بعض العاملات يأتون من بلاد أسمائهم ما تنطق عندنا صعب أو الاسم غريب أو كذا ما في بأس لو سمتيها وتعرفتي على هذا لكن أهم شيء أنها تبقى هي على اسمها في الجواز ما تغير أو شيء لكن هذا متعارف بينك وبينها بارك الله فيك